على صعيد شخصي بحسب الكتاب المقدس أنه الشخص الذي يضرب دربة شيطانية بيسقط على الأرض بيكون عنده ألام وأوجاع مبرحة دايماً بتلاقيه بيتألم بيتخبط وبيكون تحت ألام عيونه بتبتدي تتحول إلى شكل آخر واحدة من المواصفات اللي منشوفها أنه بيبتدي الشخص يزبد يطلع زبد من تمه وهو فاقد بحالة هيمان أو عدم الوعي الكامل وهذه الأوجاع بيكون يعني بيصرخ من الأوجاع اللي بمر فيها في الكتاب المقدس بيتكلم عن شخص كان مصروع يعني صرع وكان بيسقط في النار يعني بيعدش عنده الحس بروح للنار بروح للنار للماء لأنه في روح غريبة اللي بتسيطر عليه وطبعاً هذا الشخص مثلاً في لاجئون كان بيسكن بالقبور كان يصرخ ليل ونهار كان يجرح نفسه بالحجارة كان يحط عليه قيود وسلاسل كان يقطعها وكان مصاب بمرض الجنون فمشان هيك أحبائي لما الكتاب يتكلم أو هي لما بتقول ليسوع ارحمني ابنتي مجنونة جداً ولما بيعطي الوصف أنه فيها روح نجس أي فيها شيطان اللي مسيطر عليها هاي المواصفات الشخصية اللي عادة بتشوفها في الشخص بيزبد عيني بتتحول بيسقط على الأرض بيفقد الوعي وبحس في الأوجاع المبرحة الشديدة اشتركوا في القناة